شكوك بشأن انطلاق مشاورات السوكهولم في موعدها وسط تلميحات من جانب ميليشيا الحوثي بإمكانية فشل المبعوث الأممي لدى اليمن مارتن غريفث في عقد هذه الجولة هذه المرة تبدو الحكومة مصممة على وضع المبعوث الأممي والحوثيين معا في زاوية ضيقة من الخيارات بإعلانها عبر مصدر مخول بأنها لن تذهب إلى السوكهولم إلا إذا ذهب الفريق الذي يمثل الميليشيا التعقيدات التي تعترض انعقاد جولة سوكهولم تأتي من تمترس الميليشيا خلف مطالبها السابقة بشأن ضرورة أن تبحث المشاورات فيما تسميها القضايا الجوهرية المتعلقة بالترتيب لملف الرئاسة والحكومة والتي تمثلت جوهر الخلاف الذي أفشل جولات المشاورات السابقة رئيس الوفد التفاوض للميليشيا محمد عبد السلام أعاد التذكير بهذه المطالب في تصريحات نشرتها صحيفة الثورة الحكومية التي استولى عليها الحوثيون وشكك فيها أيضا في قدرة المبعوث الأمم مارتن غريفث على عقد جولة مشاورات جديدة بسبب أنه لم يقدم أي رؤية أو إطار سياسي لهذه المشاورات على حد قوله الحكومة الشرعية تؤكد من جهتها رفضها المطلق لأي نقاش حول الرئاسة والحكومة قبل تنفيذ القرارات الدولية وفي مقدمها القرار رقم 2216 الذي يقضي بانسحاب الحوثيين من المدن وتسليم السلاح وعودة الحكومة لممارسة مهامها من العاصمة صنعاء ووفقا لمصدر حكومي فإن مشاورات السوكهلم إن عقدت فلن يتعدى جدول أعمالها إجراءات بناء الثقة التي تشمل الإفراج عن الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسريا وفتح مطار صنعاء وتوحيد عمل البنك المركزي اليمني وتسليم مرتبات موظفية القطاع العام في كل محافظات البلاد يأتي ذلك فيما أعلنت واشنطن عبر وزير خارجيتها ميك بومبيو أنها ستواصل دعم جهود الرياض في اليمن من خلال البرنامج الذي يشارك فيه الجانبان بهذا الصدد فيما انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردغان من بيونيس آيريس صمت المجتمع الدولي حيال ما يجري من مأساة إنسانية في اليمن وحمله مسؤولية مقتر الأطفال والأبرياء في هذا البلد الرئيس التركي أعرب عن أمله بأن تتكلل المفاوضات المزمع عقدها بين الأطراف اليمنية بالسويد بالنجاح وأن تجلب السلام إلى اليمن بأقرب وقت ممكن وسط تأكيد منه على دعم بلاده للمساعي الرامية لإحياء هذه المفاوضات تحت مظلة الأمم المتحدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر